السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو التبول الليلي تعريفه هو اذا احنا تبولنا او رحنا للحمام اكثر من مرة بالليل اذا مرة واحدة هذا طبيعي بس اذا اكثر من مرة هذا يعتبر مو طبيعي ولازم نفكر شنو السبب ونحاول نساعد نفسنا والتبول بالليل هو مشكلة شبيرة يعني هواية ناس يعانون من عندها نسوان ورياجيل يعني فيشافل يعني تسعة وستين بالمية من الرياجيل وستة وسبعين بالمية من النسوان فوق عمر الاربعين سنة بالولايات المتحدة الامريكية هما يعانون من هاي المشكلة وايضا الشباب يعني عمره عشرين الى ثلاثين سنة شافوا النسوان يعني من اربعة الى ثمانية وثلاثين بالمية من النسوان هم يعانون من تبول الليلي وثمانية وعشرين الى ثنين وستين بالمية ذول النسوان يعني اربعة اثمانية وثلاثين بالمية اللي عمرهم عشرين ثلاثين بس اللي عمرهم سبعين وثمانين سنة اكثر ثمانية وعشرين الى ثنين وستين بالمية النسوان بينما الرياجيل هم نفس الشي حوالي فيعني تقريبا واحد من كل خمسة من الشباب يعاني من هاي المشكلة وثلث البشر المتقدمين بالسن يعانون من مشكلة التبول الليلي واقصد المتقدمين بالسن يعني فوق سن الاربعين يعني بالنسبة الى الاربعين هو شباب زي فهسا التبول الليلي هذا مهم ليش؟ لانه اذا واحد يقعد يعني اعرف حالة مثل رجل اعرفه شخصيا ومريض هو ستة وسبعين سنة واده سرطان البروستيك فيقعد كل ساعة اكو واحد رجل اخر عده تضخم في المثانة يقعد كل ساعتين بالليل اكو ناس ما عدتهم هاي الاشياء يقعدون بالليل يتبولون اذا واحد يقعد اربع مرات بالليل احنا المفروض ننام ثمان ساعات فهذا اربع مرات رح يقعد اذا من يرجع ينام قد ياخذ نص ساعة ساعة حتى يرجع ينام يعني ينام بس اربع ساعات بالاضافة الى ذلك من رح يقعد بالليل مرات واحد من نايم نوم عميق ويقوم من الفراش نشوف البلانس التوازن مالته مختل فقد يوقع والمتقدمين بالسن اذا وقعوا هاي مصيبة ومأساة ليش 33% من الكبار اذا وقعوا رح يموتون خلال سنة واذا ما ماتوا مشاكلهم رح تصير من الكسور ومن مشاكل الكسور يموتون خلال السنوات القادمة القريبة هم حوالي 30% فهي مشكلة اثنيا من واحد يقعد بالليل يعلق ضوة اذا الضوة هو ما مثقف ثقافة الضوة مثل ما قلنا بالجزء الاول عندنا حلقة على الضوة اذا يقعد بالليل ويعلق الضوة ويروح للحمام فالضوة الساطح الابيض وحتى لو استعمل الاحمر والبرتقال الساطح رح يدخل بالعيل للشبكية وهذا يروح للدماغ الحافز والدماغ يصور هذا نهار فشي يسوي الدماغ يشتغل الباينيليجلاند اللي هو في مركز الدماغ والهورمون الميلاتونين رح يقل وهو هورمون النوم فالنوم رح يتخربط النوم إذا تخربط الجسم كله رح يتخربط ليش؟ لأن خلايا الجسم عندها برنامج زمني مع الليل والنهار مع الضوء والظلام يعني الخلايا أثناء النوم إذا مني منزين ما رح يتسوي شغلها اللي هو المفروض يتسوي بالليل وشغلها بالليل هو تتعدل المشاكل اللي صارت بالخلايا نتيجة شغلها أثناء النهار أثناء النهار الخلايا تتعب وتشتغل ويصير بيها مواد سامة ومخلفات فلازم تنظف نفسها بالليل يعني شون إت مثلا طمثال شون أقو يعني دكان أو ستور أو مخزن ما شاء فبالليل يتنظفون يحضرون نفسهم الثاني يوم حتى يشتغلون فبالليل الدماغ ينظف نفسه من البروتينات اللي جمعت أثناء النهار فإذا النوم كانت نوعيتها سيئة وإذا النوم كانت موتها قصيرة فهذا رحيأثر على شغل الجسم وصحة الجسم وأثناء الليل الجهاز المناعي يشتغل والبنكرياس مرتاح المفروض ينام والأمعاع لازم تنام مو ناكل نص الليل ولا نقعد كنت ساعة نروح للبول ونعلق الضوة هذا كله يأثر ولذلك أثناء الليل إذا ما نمنا زين ثاني يوم نشوف إحنا تعبانين دماغنا تشبين بضباب ما نقدر نركز ما عدنا طاقة نشتغل مزاجنا محلو مفرحانين بعدين البنكرياس وسيطرت على السكر صير مخربطة ويعجبنا ناكل سكريات ويصر عندنا حالة بكل نهار ناكل فهذه بصورة غير مباشرة هذا التبول بالليل وقلت نوعية النوم وقصره رح يأثر على صحة الجسم وبالتالي إلى قصر طول العمر وحتى إلى الوفاة بس شنو بالتدريج شوي شوي فالتبول بالليل مهم زين فلذلك إحنا نجي الجهاز البولي هو متكون من كليتين والكليتين بها أمبوب ينقل البول أو الإدرار من الكليا إلى المثانة ويسموه الحالب والحالب يعني حسب ما أذكر أنا من قرأت الجراحة العامة أو صور هو نفس الطول هو طولة 25 سنتيم يعني 10 إنش وكل إنش هو 2.5 سنتيم أذكر أنا طول عمري ليش؟ لأن الحالب مهم بالجراحة وخصوصا في النسائية لأن الحالب يمر وراء الشريان اللي يغذر رحم فلازم نعرف وين الحالب يمر بالجسم حتى ندير بارنا من نسوي العمليات حتى لا ناخذه بال بالأرتري أو من نسوي كلام أو من نسد الشريان من رجل نسوي استقصال الرحم وأنا شايفة حالات طبية يعني الطبيب إذا مدارسيا وإذا مكمل زيا يعني فيقصون الحالب وحتى ما يدرون هما قصوا الحالب ليش؟ إن مدارسي ولا يعرفون أهميتها وأنا ليش درسته لأنه بالكلية الجراحة الملكية في أدنبارس كتلندن مملكة المتحدة أقرأ الأسئلة مال قبل عشر سنين حتى أركز شنو الموضوع المهم كل امتحان يجيبون الحالب كل امتحان يجيبون الحالب ما بها نقاش يعني إنت تعرف السؤال رح يجي يعني وصلت مرحلة أعرف السؤال رح يجي الحالب مهم بعدين الحالب يروح للمثانة ومن المثانة يطلع البول للخارج من خلال أحليل البولي اليوريسترا يسميها بالنسائية هذا الأحليل البولي يكون قصير بنام بالرجال يكون طويل فالمثانة من دا تخزن البول تكون مرتخية والصمام بنهايتها يكون متقلص مزدود بعدين من يتجمع البول بالمثانة أو الإدرار فرح تتمدد فيصير بها تتمدد وهذا ميكانيكا فرح يروح حافز من المثانة إلى الدماغ فالدماغ رح يدس حافز للمثانة تتقلص والصمام يرتخي فيطلع البول إلى الخارج فإذا الدماغ والجهاز العصبي هو العلاقة في الجهاز البولي وفي التبول وفي عمل الكليتين والكليتين بالمناسبة مهمة بالجسم مثل الدماغ لأنه أكتف ونشيطة ومهمة ولأنه الكلة هي حجمها أقل من واحد يعني نص الواحد يعني 0.05% من البودي ويت من وزن الجسم حجمها 150 مل بس كل دقيقة تفلتر دم ثلاث مرات تبقى تحجمها يعني الكلة تمر بها الدم كل دقيقة حوالي لتر أو لتر ميت سيسي أو لتر ميتين سيسي عشرين بالمية من كمية الدم اللي ضخ القلب في الدقيقة الواحدة واللي إحنا نسميها بالطب كاردياك أوتبوت كاردياك يعني قلب أوتبوت يعني ما يضخه القلب البطين الأيسر يضخه للجسم يعني كمية الدم نحسبها شلون كمية الدم اللي يضخه القلب في الضربة الواحدة نسموها ستروك فوليوم نضربها بعد الضربات القلب فتطلع عندنا الكاردياك أوتبوت جقد يضخ القلب في الدقيقة الواحدة دم زي الستروك فوليوم يعني جقد القلب يضخ دم بالضربة الواحدة تقريبا سبعين مل بس أكو يعني هو رينج يعني هو بين خمسين مل إلى ميت مل يعني حوالي ربع إلى نص كوب يضخ بالضربة الواحدة ف كمية البول نحن نطلعها كل مرة حوالي ميتين إلى أربعمائة مل يعني حوالي كوب إلى كوبين طبعا الكوابة هو عدة أحجاب فإحنا ناخذ الكوب أول ميتين سيسي هايش قد نطلع إحنا إدرار كل مرة وشم مرة باليوم تعتمد تعتمد على كمية الماء نشربها باليوم تعتمد على حجم الجسم مالتنا واحد حجمة صغير واحد حجمة شبير تعتمد على الجو حرارته ورطوبته وش قد نفقد من الجلد على طريق التعرق وعن طريق البرسبريشن يعني يتبخر الماء من جلدنا وأيضا مقدار الحركة والرياضة فتعتمد اش قد إحنا كم مرة نتبول وش مرة وش قد نطلع فالمثانة هي مثل نقدر نعتبرها يعني تخزن تخزن البول كل ثلاث ساعات أربع ساعات وهي مهمة إحنا بطل مثلا من أسوي عملية على مثانة أفتحها أخلي صوندة والصوندة تجر البول والإدرار طول الوقت حتى ترتاح المثانة بس من الجرحي طيب ما للمثانة أقوم أدرب المثانة فأخلي كليب على هاي الصوندة أسدها وأفتح هذا السد أفتحها أو صمامة أخلي أفتحها كل أربع ساعات حتى أود المثانة تروح يعني طلع البول كل أربع ساعات لأنه المثانة إذا إحنا خليناها دائما يعني تبولوا هاي صير كسلانة العضلات مالتها كسلانة ولذلك مرات واحد يعني من يتبول بالليل هو ما عدة مشكلة بس صارت عدة عادة لازم يروح فهي لازم واحد هم ينتبه لها فهيسا إحنا نرجع فال قلنا إش قد دم يفوت بالكلة وشون تفلتر الكليا الدم وكمية البولن طلع إحنا باليوم لتير لترونوس لترين فتحتمد قلنا على حجمنا وعلى كمية الماء وعلى حرارة الجو والرطوبة وش قد نتحرك وش قد نترياض زي هسا شنو الأسباب شنو الأسباب اللي إحنا يعني التبول الليل أول شي هو كثرة الماء ناخده بالنهار وتوقيته يعني إذا أخذنا مي قبل ما ننام أو بالمغرب أو أثناء ما نقعد بالليل فطبعا راح نقعد بالليل ونتبول وكمية الكافاين لأن الكافاين هو مدرر والكافاين موجود بالقهوة وبالشاي الشاي الأسود وحتى الشاي الأخضر وحتى بالكاكاو همات أكو بيه كافاين وحتى مشروبات مثل كاكوكولا وهاي هم بها كافاين والكحول إذا واحد يشرب كحول راح يأثر يسوي إدرار ليش أن الكحول هو كاربوهايدريت مثل السكر ويأثر على الكباد ويأثر على الكلا ويصير عند الإنسان تدرر ومرات الناس يأخذون أدوية مثل المدررة اللي هي تساعدهم على التدر والتبول وهذه الأدوية يسموها دايراتيك دايراتيك يعني تساعد على التبول وإخراج السوائل من الجسم ومثلا أدوية تنزيل ضغط الدم ومرات المثانة يكون حجمها صغير نتيجة مثل عمليات يمسوين عليها فيصير تليب في جدار المثانة وصار التعاب المثانة وصار تليب في جدار أو مثلا واحد صراطان بالحوظ وتعرض للإشعاع الذري فسوى تليب فهذه الأشياء تأثر على حجم المثانة فيصغر حجم المثانة فلذلك الواحد مضطر أن يروح عدة مرات وقلنا أخذ الأدوية ومرات إذا النوم مزين إذا النوم مصحي مثلا واحد ما يقدر ينام عدة إنسومنية نتيجة القلق نتيجة حالة النفسية أو يصير عدة شخير وانقطاع التنفس أثناء النوم فهذا يؤدي إلى التدرر وإلى التبول الليلي لأن ذول الناس وخصوصا العلاقة بالجهاز التنفسي القلب يفرز مادة بابتايد تسوي تبول عرفنا فأكو ارتباط بين الجهاز البولي القلب جهاز الدوران والجهاز التنفسي الجسم مترابط ومتنظم ومنسجيم ويا الوقيت ماكو يعني كل انتظام لازم مرض السكري هم يسوي ما قبل السكري أو إذا واحد أكل سكريات وكاربوهايدريت فهذا يسوي مثل يعني مثل واحد ما عده سكر بس شرب فالشي يعني بيه سكر أو أكل أكل بيه سكر أو أكل رقي يعني رجملن فهذا هم بيه سكر هم بيه مي فصير عده حالة سكر وقتية ولذلك يشوف ذاك اليوم كنت ساعد يقعد يروح للحمام أو واحد عده ارتفاع ضغط الدم أو عده أمراض قلب عجز القلب أو أمراض الأوعية الدموية أو أمراض المثانة مثل حصوة بالمثانة التهاب بالمثانة قلنا مشاكل حجم المثانة زين أو المثانة حساسة أوفر اكتف يعني كل ساعة واحد لازم يروح يفرغها ما تتحمل أو مرات يصير الأحليل البولي أكف الشيء من بره يضغط عليه مثل بالنسوات إذا وحدة حامل تشوفه دائما تروح للحمام لأنه الرحم من بيط بيبي هو مثل التومر مثل الكتلة فتضغط على المثالة وتضغط على الأحليل البولي فتشوف المرة دائما تروح للحمام بالرجال أجهم البروستات قدت البروستات فهذا إذا كبرت تضغط على الأحليل البولي وتشوفهم دائما يرحونهم يتبولون بالليل وبالمناسبة تضخم البروستات هو إلى علاقة بالحياة الغير صحية لأن أكو هواي دراسات وخصوصا سواها الدكتور دين أورنش دين أورنش فجاب مرضى عندهم تضخم المثالة وجاب مرضى عندهم سرطان المثالة الدرجة الأولى يعني الزيرو وخلهم على الحياة الصحية وشاب وراء ستة شهور المرض توقف وهم فحصوا الجينات فشافوا الجينات الموزينة لسبب السرطان مو بس جين واحد جينات متعددة وقفت يعني الجينات المو زينة وقفت والجينات الزينة قامت تشتغول وهذا بحوث موجودة ومكتوبة مو منعدي فهذا الضغط على الإحليل وبعدين من واحد يتقدم بالعمر وإذا ما عايش عيش صحية طبعاً أنا ما أعترف بالعمر ف يصير يصير عنده يصير عنده الهورمونات يعني تختل دائماً من يتقدم واحد بالعمر أكو هورمون اللي يمنع التبول بالليل واللي موجود عند الشباب الصحيين اللي ما يتبولون بالليل هذا الهورمون رح يقيل عنده الكبار ويسموه أنتي دايراتيك هورمون أنتي يعني ضد التبول هورمون يعني أنت تقدر تقول مثل البريك يوقف التبول فذولا ما يصير عندهم البريك فيقعدون بالليل ورحون يتبولون أكو ناس عندهم يتجمع سوائل بالرجلين وبالجسيم أثناء النهار لأنه يمكن ما يتحرقون الجهاز اللي مفاو مالتهم مونشيط الجهاز الدوران عندهم دوالي فهذا متجمع السوائل فباليال من يرتاحون وينامون فيروح السوائل تطلع وتروح للكيلة وتطلع على شكل بول فهذه المشاكل هي كلها السبب التبول الليلي وطبعا إحنا بالطب لازم نشخص المرض ونشخص السبب ونسوي تحاليل وفحوصات حتى نشوف السبب مرات ماكو سبب فنقوم شو نفكر نفكر شي نفسي وأنا هس أحتيكم حالي وإن شاء الله تذكروها مثل ما أنا أذكرها طول عمري هذا الحتي شهر 12 عشر ألف وتسعمائة وسبعين أنا دا أسوي امتحان نهائي في الجراحة العامة والنسائية والتوفيد مات زمالة كلية الجراحين الملكية في أدنبرس كوتلندي رحت للمتحان وكان هذا الكيس رح أحتيكم نسائية فرحت الطوني مريضة ورحت طبعا أخذت قصتها فقالت أنا أبول على نفسي ويعني هي داخلة صار لشم يوم والأطباء اللي يمتحنون يرحون يفحصوها ويرحون للبروفيسور يتناقشوا أخذت قصتها بعدين فحصتها طبعا بالقصة معدها سكر معدها مرض عصبي يعني سبب تبول مرات الأمراض العصبية والتأثر على الدماغ مثل ملتبل سيكلوروسيس مثل باركنسون ديزيز هذي يقوم محدهم يتبول بس ما عندها مرض عصبي ولا بالجهاز العصبي كنتش ما بيها مرأة صحية كنتش ما بيها فحصتها يعني عدنا إحنا فحصات نسويها يعني نقولها قحي أو سعلي ماكو ماكو عدها رخاة وما عندها تبول فأنا صفاني قلت لها ماما أنا ما وصلت تشخصيك لسا أنا مستقبلي بيديك يعني دع توسل بيها قلت لسا أنا رح أروح للبروفيسور شا قل ليه ما وصلت تشخيص وأنا مرة جاية يعني أشتغل يعني أقول لها واليوم من خلص امتحان إن شاء الله أروح للقطار وأسافر اللستا وباتر الصباح أقعد أشتغل فإس إتي شن قصتي فهاي ممكن القهرة علي فقالت أنا رح أقول لك قصتي بس إتي لا تقولين قلت لها الدلل حجيت لقصتها خوش نسى حجيكم القصة مالتا إجيت للبروفيسور وقلت فضلي قدمي الحالة قدمت لك إحنا بالطب لازم نحجي شنو المريض يشكي غلط صح ما علينا إحنا ما نتدخل هو شي يقول إحنا نقول خوش قلت لي شنسوي لها التحالي قلت لها نبدأ بالأشياء البسيطة الغير مكلفة وبعدين نسوي أشياء يعني الأصعب يعني تحليل بود زرع بود أشياء ملونة للكلة قال خوش شوائطين النتاج بعدين وصلنا للعلاج قلت لي شنو أملية اللي تسوي لها لأن هذا يعني امتحان مع الجراحة صفني قلت له بروفيسور يعني بالإنجليزي قلت له أنا رح أقول لك شي بس يعني توعدني لأنه لا تقولها أنا قلت له قلت فضلي قلت له هاي ما تحتاج عملية قلت له شلون قلت له هادي لازم نحسن حالتها الاجتماعية والاقتصادية قلت له شنقص دين فهاي القصة صراحة أقول لكم ميش قلت له المار المار هي عمر 65 تشتغل مساعدة بدكان وتعيش بغرفة مأجرتها هي ورجلها غرفة وعدها ولا سايق تاكسي عيش برا يعني عدها بيت ومتزوج وعائلة فمن تجي من الشغل أبو البيت اللاندلورد يريد يسويها على الجنس هي عمرها 65 سنة وجاية تعبانة تقول أنا ما أقبل وهذا داي يقذيني يعني أضوج يحرجني فهي عاية الماردة تقول وزوجها يشرب كحول هو يشرب كحول وأختها عدها حالة عقلية ويعني منتل يعني مجنونة ومدخليها بمستشفى المجانين فهذا رجلها من يجي يعني يتمدد ينام بصافة هي تخاف من عدة فشي سوي التبول بالفراش ما رأى عمرها 65 سنة التبول بالفراش يعني قلت له البروفيسور هج فهذا البروفيسور قام من الكرسي يعني يقول لي أتمنى أطبائنا يأخذون القصة هيتش مثل ما أخذتيها والمريض يوتق بيهم مثل ما وثقت بيج يقول إحنا صار لها شم يوم ما حد يدر شنو القصة فلو 50% من الأطباء كان إحنا حالتنا زينا هو يقول بعدها شو راح للمغسلة باتجاه المغسلة أمه كانوا بروفيسورين قاعدين اثنين بروفيسورين يدي متحنوني فوصل للمغسلة قبل ما يغسي الإيدية ما أدري ليش قام يغسي الإيدية كأنه يشعر بالإثيم يعني فتحالة لا وعدة يسوي فكان التفت عليه قال لا لا 20% من الأطباء لو يأخذون هيتش الهيستري يعني قصة المريض ويشوفون شنو قصته كان إحنا كل شطب ممتاز وكان يقول بالانجليزي كم عملية إحنا مسوين لأسباب غلط ما إلها داعي قصة الإيدية وكان يجي يقعد قدامي قالي الدكتور أشي الشربي دكتور أشرب قهوة وشوية حليب بلا سكار يعني بالامتحان أنت شايفتش واحد دقت جرس فالخدامة اللي سكتلندي أجابت لي صينية بها قهوة وحليب ومتخوط وأشراب وبعدين اتناقشت ويا لبروفيسور الثاني فالحالة النفسية مهمة بس إحنا لازم نتأكد على الحالة النفسية ورما نوخر الأسباب العضوية زيلا أعرف حالة ثانية طفل أمر سبع سنة أخذت أمه أطلق راحوا لإنجلترا شهر بعدين يردون يرجعون ما قدروا ف معكو ظلوا ما يقدروا يرجعون لأن صارت الحرب الأراقية الإيرانية شو هذا الولد هم عاشوا هم بغرفة يعني الطفل ينام على فراش والأم تفرش وفراش بالقاع بالقاع شو هذا الولد قام يقول بالفراش لأن تغير علي المحيط تغير علي الجاو بايسيكل بايسيكل كان عندها ماكو مدرسة ماكو ملاعب ماكو فهذا فالأم شوية واعية إجا زارها أخوها طبيب قال لها اطي حبوب قالت لها لا ما اطي حبوب فقام الشي سوي بالليلة تراقبة تكمش الفراش شوفها يابس مبلل فشافت شخصت التبول ساعة دعش فقامت ساعة دعش قبل ما يصير الحالة تتبول تقعدها تمشي للحمام تنزل بجامته تنزل يعني الملابس الداخلية وتخليه بول وتصعد هدومه وترجع علي الفراش هنا فسوت لهذا التدريب اسبوع 10 ايام بعد ما قام يتبول فالحالة النفسية هم مهمة وشكرا وهذا كافي وان شاء الله يعني الحلقات المقبلة رح نتكلم عن العلاج ومع السلامة